طبعاً فيه اهتمام كبير جداً بقطاع الصناعة في مصر الاهتمام ده الترجم لعدد كبير من المبادرات والخطط والاستراتيجيات المختلفة وأبرزها طبعاً أبرز هذه المبادرات كانت مبادرة إبدأ لتطوير الصناعة المصرية واللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات ده طبعاً من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني فيه توطين عديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة أيضاً الصغيرة ومتناهية الصغر مش بس كده الحقيقة كمان تم تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنين تفاصيل تانية هنعرفها عن ثمار هذه المبادرة من المهندس حسن نجا عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ صباح الخير على حضرتكم صباح الخير يا فاندوم صباح الخير على كل استاذ والمشاهدين إن شاء أهلاً بيك يا فاندوم حياة مبادرة إبدأ هي مبادرة مهمة جداً يعني الهدف منها هو هدف نبيل وهدف مهم جداً خاصة في هذا التوقيت يمكن إحنا بعد جائحة كورونا تحديداً أدركنا أهمية أن لازم يكون مصر في عندها يمكن ظهير صناعي قوي جداً لأن إحنا كان عندنا كمان تجربة سابقة في الصناعة المصرية قوية جداً مبادرة إبدأ عايزة أسأل حضرتك مبدئياً عن العوامل التي تم أخداف الاعتبار عشان نقدر نحن نرتقي ونطور الصناعة المصرية طيب خلينا نبتدي ده طبعاً في الأول ونقول إن مبادرة إبدأ بدايتها كانت مع تكليف السيد الرئيس الجمهورية لنا يوم 26 إبريل عام 2022 في حفل إفطار الأسرة المصرية كان التكليف إنه لازم نبقى عاملنا مبادرة متكاملة اقتصادياً يتم ربطها بمبادرة حياة كريمة ومن خلالها كمان يتم تعزيز العنصر البشري ونتعمل على تطوير العامل البشري حتى نضمن ضمان مبادرة حياة كريمة اقتصادياً تبقى يشغالها بشكل أفضل فمن أول يوم ابتدينا طبعاً حاولنا إنه نعزز دور القطاع الخاص معنا ابتدى يخش معنا بشكل كبير جداً خلال معظم اللقاءات اللي احنا عملناها وخلال معظم الاجتماعات اللي عملناها بشكل كوي ومن أول يوم ابتدينا إنه نشتغل بثلاث طرق مختلفة أول حاجة ابتدينا إنه نعمل قاعدة بيانات موسعة لنا تبتدي إنه نشوف إيه هي القطاعات الصناعية الموجودة على مستوى الجنهورية ونبتدي نشوف كل المجالات الاقتصادية اللي احنا الخاصة بالصناع سواء محلياً أو عالمياً وابتدينا بشكل كوي جداً إنه ننزل المحافظات ونشوف أماكن الوفرة في كل محافظة وإيه هي مواد الخامل المتواجدة في كل محافظة اللي هي ممكن هتفدنا بشكل كبير الفترة الأخيرة وده كان بسبب إنه إحنا كان عندنا نقص في قاعدة البيانات إحنا كان بقى إنه فترة كبيرة جداً ما عندناش قاعدة بيانات محدثة عن الصناع الموجودة عندنا في مصر بعد كده ابتدينا إنه إحنا نعمل لقاءات عمل موسعة مع كبار رجال الأعمال وكبار المصنعين نشوف إيه هي المشاكل اللي بتقابلهم نشوف إزاي إنه إحنا نقدر نساعدهم وابتدى يبقى عندنا شبه خطة كاملة إزاي إنه نبتدي نتحرك الفترة اللي جاية وفي نفس الوقت برضو بالتنصيق مع جهات الدولة الحكومية وجهات الدولة المعنية الخاصة بالصناعة زي طبعاً مجلس الوزراء وهية التنمية الصناعية والتحاد المستثمرين والتحاد الصناعات فبقى عندنا خطة كاملة نبتدي إزاي إنه إحنا هنبتدي نتحرك في السوق المصر وده طبعاً بسبب إنه إحنا لقينا إنه ده الظرف المناسب إنه إحنا نحاول إنه إحنا نبتدي دلوقتي نظراً إنه في عندنا دلوقتي يعني عندنا وفرة في جزء كبير جداً من الطاقة كان مش متواجد عندنا لسنوات ووقود قبل كده ما كانتش متواجدة من 2016 حتى الآن إحنا عندنا تطور كبير جداً في مجال الطاقة في مجال البنية التحتية إحنا عندنا دلوقتي شبكة طرق كباري كبيرة جداً بتغطي مستوى الجمهورية فإعطت لنا بشكل قوي جداً لا هي دي الفرصة المناسبة إنه إحنا نبتدي المبادرة في الوقت ده ونبتدي بشكل قوي جداً عظيم من خلال جولاتكو بقى الميدانية لما نزلتوا على أرض الواقع وتكلمتوا مع المصنعين إيه أبرز المشاكل؟ هل في مثلاً مشاكل لقيتوها مشكلة مثلاً منتشرة في عدد كبير من المحافظات أو عند عدد كبير من المصنعين؟ تمام يا فاندون طب إحنا دلوقتي أول ما جينا نبتدي كان أحد أهم المحاور عندنا هو محور دعم الصناعة محور دعم الصناعة هو مختص بكل المشاكل الخاصة بالمستثمر إحنا كل ما يبتدينا ننزل طبعاً للمصنعين كانت أهم مشكلة هي الفترة اللي بيبتدي فيها المستثمر إن هو يضخ أموال عشان يبتدي إن هو يبني مصنع وفترة التشغيل والإنتاج الفترة دي كل ما بتكبر كل ما بيبقى فيه تعصر أكبر في الكامل فإحنا حاولنا بشكل كبير جداً إن إحنا نحاول إن إحنا نقتصر هذه الفترة نشوف إيه هي المشاكل اللي بتعطل المصنع من أول ما يبتدي يضخ الاستثمارات لحد الإنتاج وينزلنا عدد كبير جداً من المصنع فزي ما بقول لحضراتك إحنا أول ما جينا نبتدي كان فيه تكليف من السيد رئيس الجمهورية لنا إن فيه مصنع المخالفة إحنا كان جلنا تقرير وإيه؟ ده ملف مهمة أوي جداً إن إحنا كان جلنا فيما يقرب من 4586 مصنع مصنع دي أصحاب مصنع عندهم عمالة شغالين بينتجوا بس عندهم مشاكل مع بعض الجهات الرقبية نتيجة إن المصنع دي غير مقننة فأصبحت دي أحد أهم المشاكل اللي إحنا بنقابلها وإحنا دلوقتي شغالين مع الجهات الرقبية إن هي الغرض الأساسي إن هي تكون جهات إرشادية ليست جهات عقبية لأن أنا لو شدت عليه ما هيقفل صح وبعد ما قفل أنا فقط مصنع وفقط إنتاج وفرص عمل مضبوط وده كان تكليف السيد رئيس الجمهورية لأ إحنا ننزل للمصانع دي ونحاول إن إحنا نشرعانها في مكانها بما يسمح يعني في بعض المصانع مش حينفع إن أنا نشرعانها في مكانها أو إن أنا قننها نظل للصروف الصحية أو إن نجد منطقة سكانية أو ما إلى ذلك فبنبتدي إن إحنا نوجد لهم بديل في أماكن صناعية أخرى في مجمعات صناعية بشكل مناسب لهم فإحنا لما ابتدينا إن إحنا ننزل نزلنا كمان لأكتر من 12 ألف مصنع على مستوى الجمهورية ده طبعا بمساعدة فرق الرصد التابعة لمبادرة حياة كريمة وبحب أشكرهم فعلا على المجهود الكبير وبتدينا إن إحنا يبقى عندنا شبه خريطة كاملة لكل المشاكل اللي بتواجه المصنعين إن نشوف مثلا إن في تأخير في الترخيص بشتى أنواعها دي طبعا من أهم المشاكل إن إحنا حاولنا إن إحنا نتغاضى عنها فإحنا بقينا حلقة الوصل ما بين المصنع وما بين الجهات المعنية والجهات الحكومية ببتدينا إن إحنا نحاول إن إحنا نقنن المشاكل ونقنن الأراضي بما يسمح للظروف الصناعية المتواجدة طريق باش مهندس يعني يمكن حضرك كلمت عن فكرة المصانع الغير مرخصة أو يعني الاقتصاد غير الرسمي الأسف هو نسبته برضو كبيرة مش صغيرة لكن في جزء آخر وهي فكرة رواد الأعمال اللي عندهم مشروعات صغيرة جدا مش فكرة إن هي مش مرخصة أو مصنع مش مرخصة أو تفتقر للمعايير السليمة لا هم مشروعاتهم صغيرة جدا أو بلسة بيبتدوا مشروع هل برضو توجهتوا ليهم هل تم التواصل معهم بشكل أو بآخر طبعا إحنا زي ما بقول لحضاك إحنا بعد الانطلاق المبادرة يوم 28 أكتوبر عام 2022 خلال ملتقى الصناعات الأول أطلقنا ويبسايت اللي هو www.abda.com.eg إحنا بنستقبل عليه كافة المشاكل وكافة الأفكار الموجودة وبيبقى عندنا فريق مختص بكل قطاع على حدة بيبتد أن هو يتواصل مع كل الأفكار سواء كان مصنع عنده تعصر أو فكرة جديدة ومشروع عايز لسة يبتدي فإحنا بنقدر نقدم له بعض دراسات الجدوى بنساعده برضو نوجهه على الطريق السليل في تمويل ولا لا؟ في تمويل حتى لو وجهه مصبا أو مصبا؟ إحنا عندنا بنوجه للجهات التمولية يعني إحنا عندنا مشاركين مع جميع الجهات المعناية الخاصة بالتمويل فبيتم التوجيه لبعض الجهات زي جهاز المشروعات وزي طبعا بعض البنوك فبيتم برضو أن احنا بنحاول نساعد المصانع بشكل كوي جدا في إعداد دراسات الجدوى اللازمة عنده أي مشاكل بنحاول نصرع له الإجراءات بما يتماشى مع أنه يبتدي أنه ياخد قرد أو أي جهة من أي جهة يعني من الدولة طيب ده عظيم جدا المساعدة بشكل عام زي ما ذكرنا أن احنا بنتواصل مع المصانع مع المصنعين بنشوف مشاكلهم بنسعى لحلها الهدف من ده كله هو توطين الصناعة أن أنا يكون عندي صناعة أن أنا أوفر الفلوس اللي بستورت بيها يكون عندي عملة صعبة وده هدف مهم جدا أن احنا نسعى له في ظرف صعب وأكيد فيه تحديات في هذا الظرف التحديات تضبوط زي ما بقول لحدك احنا أول ما ابتدينا أنشأنا شركة اسمها شركة ابدأ لتنمية المشروعات كان الغرض الأساسي منها هي محاولة أن احنا يبقى عندنا منتج وطني ونحاول نعمق المنتج الوطني بشكل كبير فده اللي هيقلل لي في إحلال الوريدات يحاول أن هو يقلل لي الفطولة الاسترادية بشكل كبير جدا ابتدينا أن احنا نشتغل بشكل كوي جدا على بطرقتين مختلفتين أول حاجة أن احنا التوسع في المشروعات القائمة في بعض المشروعات اللي بيكون موجودة زي مثلا عندي أمثلة يعني زي مشروع الويلر فريد حسنين اللي هو مشروع التولنباط ده مشروع شغال بس أنا ومش عندي الانتاج ده مش متوفر عندي كتير في مصر لا فأنا بابتدي أخش أنفع أخش معاه كمان في تمويل لو في عنده بعض المشاكل الخاصة بالتمويل إن أنا أنفع أخش معاه لو عنده مشاكل خاصة بترخيص أبتدي إن أنا ساعده أو أسع له خطوط الانتاج بتاعته على أساس إن أنا بابني على الموجود مش لازم إن أنا أبتدي من أول ودي أودي أفكار لمصنع تاني إن هو يكمل في إنتاج الترمباط وفيه جزء تاني يشغلين عليه جزء إنشاء بقى مصانع جديدة لصناعات حديثة صناعات إحنا عندنا قايمة بالصناعات اللي إحنا بنستوردها واللي بتكلفنا المبالغ كبيرة جدا في الفاتورة الإسترادية ابتدينا إن إحنا بشكل كبير نخش فيها فحد اللي حضرتك مثل إحنا دشنا دلوقتي مثلا حوالي إحنا دشنا 11 مشروع من إجمالي مستهدف 64 مشروع خلال الفترة للأربع سنين القادمة إن شاء الله ده المستهدف عندنا مثلا مشروع زي مشروع نوفا ده أحد أهم المشاريع أنا بكنت متابع حضرتك دلوقتي وإحنا بنتكلم على أرض الفيروز ومعالجة الماء مشروع نوفا ده حيبقى مختص في شكل كبير جدا في إنتاج معدات الخاصة بالمحطات اللي هي معالجة المياه عظيم كنا بنستوردها؟ كنا بنستوردها طبعا لحد دلوقتي إحنا بنستوردها لكن إحنا مع بداية الإنتاج إن شاء الله هيبقى الإنتاج كله إنتاج وطني الفترة القادمة إحنا كنا بنستورد ده حيقلل لنا بشكل كبير جدا خلال السنة الأولى ما يقرب من حوالي 100 مليون دولار ويوصل ل300 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادم بتصنيع محلي حوالي 50% يعني برضه عشان نوضح لسادة مشاهدين كمان الشباب اللي بيسمعنا تمام أفهم من كلام حضرتك إنه في قائمة مثلا كمان بالصناعات اللي إحنا محتاجين إن إحنا نطورها أو محتاجين إن إحنا ندخل فيها بشكل أكبر فبالتالي لما بيكون في شاب عنده استعداد إنه يبتدي يعمل مصنع أو بتدي إن هو يبادر إن هو يبقى بيدخل في هذا المجال حضرتكم بتوجهوه حتى لو داخل بفكرة مختلفة بأنه لا المجال ده إحنا لسه محتاجين فيه مصانع أو محتاجين إن فيه يبقى فيه حتى صناعات ولو بسيطة ده بيحصل ده بيحصل معنا يا فندم وعن طريق إن هو بيقدم على الويب سايت فبتواصل معي أحد أفراد المبادرة وبيبتم التعامل معي بشكل مستمر يعني لو في أي مشكلة طب إيه الاشتراطات اللي لازم تكون موجودة هي مفيش اشتراطات هو بدام موجود عند حضرتك فكرة وابتديت إن أنت تبتدي فعلا تنفذها بشكل كبير إنت مجرد متتواصل معنا إحنا بنقدم سبل الدعم لكن إنت لو مصنع ده بيبقى مختلف شوية لكن فكرة المصنع بيبقى ده فيه خلاص فيه مصنع قائم بيبقى عنده بعض المشاكل ده إحنا بنحاول نحل المشاكل لكن بالنسبة لتقديم الإرشادات أو تقديم بعض دراسات الجدوى أو الاستشارات العلمية في مجال التعليم ده إحنا ده متوفر عندنا برضو داخل المبادرة تحضيرك ذكرتوا أنتو زدتوا حوالي 12 ألف مصنع مصبوط طيب لو فيه إحصائية بعدد المشاكل اللي تم حلها فعليا والمصنع اشتغلت دلوقتي ما بيش عندها أي مشاكل في أي حاجة وترخصها تمام وكله تمام إحنا دلوقتي بمجرد إحنا زرنا الـ 12 ألف مصنع ومن خلال المشاكل كمان بالإضافة للمشاكل اللي هي اللي جات لنا على الويب سايت فيما يقارب أكتر من ألفين مصنع تم حل مشاكلهم بشكل كبير جدا إلى جانب أن بعض الـ 12 ألف مصنع ده مش كلهم عندهم مشاكل يعني دي مجرد زيارات كمان كان فيهم زيارات للمعرفة يعني زي ما بيقول أحداك لتعامل عشان تكون في أعصار كاملة فإحنا حلينا دلوقتي أكتر من ألفين مشكلة رقم معقول وشغال دلوقتي بشكل قوي جدا وبشكل يعني مفيد لعجلة الإنتاج المصري أبرز المجالات الصناعية اللي محتاجين نختارقها بشكل كبير الفترة الجاية طبعا زي ما إحنا كلنا متأثرين الفترة الأخيرة طبعا بيعلو الأسعار وغلاء الأسعار في بعض المنتجات زي طبعا المنتجات الكيموية واللي هي بتأثر طبعا عندنا في كل حاجة في الغذاء وفي الدواجن وفي كل شيء إلى جانب ذلك كمان بعض الصناعات الخاصة بالدواء وده اللي إحنا دخلناها بشكل قوي جدا الفترة الأخيرة يعني إحنا عندنا عملنا مشروع مدينة الخامات الدوائية لكن حضرتك تتخيل إحنا كنا تلاقي كل فترة إن سعر الدواء بيعلق وده طبعا حاجة استراتيجية لأ إحنا فكرنا ومن أول يوم لأ لازم يكون فيه وقفة في الموضوع ده إحنا لازم نحن نصنع المادة الفعالة اللي بتستخدم أصلا في الأدواء بتدينا دلوقتي نعمل مدينة الخامات الدوائية بشكل كبير جدا بتدينا أن نحن نصنع ما يقرب من حوالي 300 مادة فعالة ومادة خام توفر لنا حوالي 336 مليون دولار سنويا بسبب هذه كده ويبقى الدواء متوفر مش هيبقى كده يعني أصد دي من أحد أهم السلع الاستراتيجية اللي هي مطلوبة حاليا طيب عظيم جدا طيب حتكلمت أن نحن بيكون عندنا في المبادرة أفكار بنتراحة على الشباب مثلا أحد عايز يعمل مشروع أو كده هل بيكون في جانب تدريبي يعني مثلا لو في مشروع محتاج أن الشباب يشتغلوا على ماكينات حديثة أو زي ما قلت برضو نفي دراسة جدوى هل بيكون في جانب تدريبي وهل في أي طريقة بتتواصلوا بيها بحيث نحن نخلي المصنعين يعودوا مع بعض لو حد مثلا بيصنع مادة أو منتج أولي بيدخل في صناعة أخرى فيكون فيه تواصل ما بينهم تمام زي ما أبأكد لحضرتك إحنا بمجرد ما إحنا بنتواصل مع المصانع أو بنحل مشكلة بعض المصانع وبنبتدي إن إحنا نوجه لهم خلاص تم حل المشكلة ما بتبقاش دي النهاية معا دي بيكون البداية يعني إحنا بنسميها ما بيننا فإحنا حصل مرج كتير جدا ما بين معدد كبير من المصانع نتيجة إن هو إحنا وصلناهم ببعض ونتيجة طبعا استكمالا لكلام حضرتك وجزء التدريب إحنا بتدينا بشكل كبير جدا إحنا عندنا محور كامل اسمه محور التطوير المحور التدريب والبحث والتطوير المحور ده بيهتم بالتدريب العمالة بشكل قوي جدا ويتوفير تدريبات مهنية وتسكيفية للعمالة إحنا شغالين فيها على خطتين خطة قصيرة الأجل ده المعتمدة على الدورات التدريبية القصيرة ودي إحنا بنقدمها بالاشتراك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب طبعا أنا بشرف أن أنا أحد خريجيها ابتدينا أن إحنا ندي تدريبات للطلبة وللتدريبات للقطاع الإداري للمصانع إزاي إن هما يبتدوا يحل المشاكل عندي مبادرة معدتك شركتك ودي طبعا كانت مختصة كمان بالكرة بتاعت حياة كريمة للعمال والشباب الموجودين إزاي إن أنا أبقى أعمل سيانة وتشغيل للودر بسلم للمواطن أو للمتدرب شنطة عدة كاملة وابتدي كمان بعد فترة اجتيازه للتدريب أنفع إن أنا أدخله في نظام الإيجار التمليكي إن أنا أنفع أديله اللودر ويبتدي يسدد الإيجار بتاعه على أساس إنه يبتدي يبقى عنده مصدر دخل ومصدر رزق الفترة الجاية أخيرا الموقع اللي ممكن الشباب يدخلوا عليه إيه؟ اسمه إيه؟ www.abda.com.eg طبعا مشكور حضرت جزيل شكرا المهندس حاسن نجا عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية يبدأ نورتنا في صباح الخير مصر شكرا شكرا جزيلا